السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي رياضيات للصف الخامس الابتدائي عندي صفحة 69 أنماط القسمة والجمل المفتوحة لكن أحل صفحة 70 وإن شاء الله 71 أتأكد أكتب حقيقة قسمة ونمط قسمة استنتج منه ناتج القسمة في كل مما يلي أولا 63 تقسيم 7 يقول اتأكد 63 تقسيم 7 اتأكد القسم نضرب بعدد 7 يطلعنا 63 أدي 9 9 في 7 63 360 تقسيم 7 بالقسمة إذا ماكو هنا صفر أنزله وإذا أكو أحفة 63 تقسيم 7 بها 9 9 في 7 63 يطلع لـ 90 6300 تقسيم 7 أنزل الصفرين 63 تقسيم 7 بها 9 إذن 900 ثانيا 42 تقسيم 6 بها 7 لأن 7 في 6 42 420 تقسيم 60 أحذف الصفر مننا صفر مننا 42 تقسيم 6 بها 7 7 في 6 42 أحذف الصفرين أحذف الصفرين مننا 24 تقسيم 3 بها 8 لأن 8 في 3 24 أعيني عدي 240 ألف تقسيم 300 ما دام عدي صفرين مننا نحذفهم ونحذف الصفرين مننا يبقى صفرين 24 تقسيم 3 بها 8 أكمل الجمال التالية رابعا 2500 تقسيم يطلع النجد 500 2500 راح نقسم 5 لماذا؟ لأن الصفرين نزلتين و25 تقسيم 5 بها 5 لأن 5 في 5 25 أعيني أزين 1800 خامسا تقسيم 6 1800 تقسيم 6 أنزل الصفرين و18 تقسيم 6 بها 3 لأن 3 في 6 18 ثالثا 7200 تقسيم يطلع النجد يعني 8 قسمة يطلع النجد 7200 عدي 72 9 9 في 8 72 نزلت التسعة 9 في 78 وهنا صفرين ليش خاطر مننا أحذف الصفرين يروحا يبقى لي 8 72 9 في 8 72 سابعا فازع عدى ركض المسافات الطويلة بالمرتبة الأولى إذ قطع مسافة 3500 متر في 7 دقائق من المسافة التي قطعها في الدقيقة الواحدة بافتراض أنه وركض المسافة كلها بالسرعة نفسها هنقسم 3500 تقسيم 7 أنزل الصفرين 35 تقسيم 7 بها 5 5 في 7 35 30 زين نجي على ثامنا صفحة هذا صفحة 71 ثامنا قام فريق مدرسي بزراعة حديقة المدرسة والزراعة المعلمة 30 شتلة من الورود على 15 تلميذة بالتساوي مع عدد الشتلات التي زرعتها في كل تلميذة على كل تلميذة نقسم نقول 30 تقسيم و 15 30 تقسيم و 15 بها 2 2 2 2 15 30 أتحدث كيف أجد ناتج قسمه 7700 تقسيم الدعش نقسم 7700 تقسيم الدعش أنزل الصفرين 77 تقسيم الدعش بها بها 7 خلقسم 77 تقسيم الدعش بها 7 7 في الدعش 77 إذن طلع لي 700 زين أكمل الجمل الجمل التالية تاسعا تقسيم 8 إيش قد يطلع لنا 10 تقسيم 8 يطلع لنا 10 دقيقة خلنا نزل 8 أقول 8 تقسيم 8 بها 1 إذن 80 خلق أنزل الصفر 8 تقسيم 8 بها 1 10 8800 تقسيم 80 8 تقسيم 8 أقول بها 1 0 من 0 من 0 من 10 إذن 10 الدعش جيد يطلع لنا 8000 يطلع لنا 80 لأن خلق أقول 0 من 0 والصفر من أي ويطلع لنا صفرين عفية صفرين 8 تقسيم 1 بها 8 أجد ناتج القسم 12 4200 تقسيم 7 4200 تقسيم 7 6 6 7 42 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 ستة وثلاثة بها ستة لأن ستة وثلاثين تقسيم ثلاثة لا خلينا قسم بها يطلع عندنا اثناش 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 خليني اعلمكم هاي لأنها يحتاج لها قسمة طويلة فنقول تلاتة لا تلاثمية وستين تقسيم ثلاثة هنا عدي ستة وثلاثين هاي الصفور نزلته ستة وثلاثة تقسيم بها واحد واحد فيه ثلاثة ثلاثة صفر نزلها يثنيا فيه ثلاثة هيج ستة ونزل الصفر اذا طلع عندنا مية وعشرين اخمس طعش تث مية وعشرين تقسيم ثمانية نزل الصفر اثنين وثلاثين تقسيم ثمانية بها اربع لين اربع فيه ثمانية ثلاثاتين زين الـ 16 4900 تقسيم 7 أحذف الصفر منا صفر منا بقى صفر نزلة 49 تقسيم 7 بها 7 7 في 7 49 الـ 17 36000 تقسيم 900 صفر منا صفرين منا صفرين منا نزل الصفر 36 تقسيم 9 بها 4 4 في 9 36 الـ 18 أجر صاحب محل الدراجات الهوائي 9 دراجات بمبلغ 81 ألف دينار لساعة واحدة ما سعر تأجير الدراجة لساعة الواحدة نقسم 81 ألف تقسيم 9 أنزل جد 3 صفر 81 تقسيم 9 بها 9 9 في 9 81 دينار 19 إذا كانت الفراشة تقطع 80 ميلا في اليوم الواحد فكم يوما تستغر لقطعة مسافة 640 ميلا قسم 640 تقسيم 80 أحذف صفر منا وصفر منا 64 تقسيم 8 بيير 8 لين 8 في 8 64 مسألة مفتوحة أفكر أكتب 3 جمل ناتز قسمة كل منهما يساوي 80 هل سأر تبقى ما سأضع سأضع سأرادلها بارقة وقلم اولا نقوم 240 يريد ناتجها 80 يعني شو نقول 240 اول جملة نقول 240 تقسيم ناتج مالها 80 240 تقسيم 3 الصفر انزل 24 تقسيم 3 بها 8 لان 8 فيه 23 24 وبعد قايل لي ثلاث جملة ناتج قسمهما هسه شو نقول 2400 2400 تقسيم 30 هنا احذف صفر وخلي صفر انزل الصفر 24 تقسيم 3 بها 8 بقتل ادي وحدة 24000 تقسيم 30 دقيقة هنا انزل صفر منها صفر منها طبعا تقسيم 300 صفرين منها صفرين منها يساوي صفر 24 تقسيم 3 بها 8 هاي المسألة الـ 22 زين مسألة الـ 21 هسه هاي سوري مسألة الـ 20 هاي هاي 20 ماما زين هسه 21 تحدي اذا كانت ناتج قسمه 4250 على 25 يساوي 170 فما ناتج قسمه 4500 على 250 هذا خلينا حلة بالورقة الـ 21 الـ 21 تحدي نقسم يقول فما ناتج قسمة 4500 تقسيم 250 زين هنا صفر حثمة منها صفر حثمة منها يبقى صفر نقسم 45 تقسيم 25 45 تقسيم 25 نقول بها شقد بلا بها وحدة 1 في 25 25 نقسم صفر 1 في 25 25 5-50 4-2 2 نزل الصفر 200 تقسيم 25 بها 8 8 في 5 40 8 في 2 16 24 00 اذا طلعنا 180 طلع ليش قيد 180 يعني الصفر هذا نزلناه وقسمنا 45 تقسيم شون 180 وثمنتعش ماما ثمنتعش ثمنتعش يعني قلنا 4500 تقسيم 250 حذف الصفر منا صفر منا قسمت 450 تقسيم 25 طلعينا 18 زين 22 فقرة 22 حس عددي يقول احسب شفويا الفرق بين ناتج 36000 تقسيم 40 36000 تقسيم 40 او ناتج او ناتج 36000 تقسيم 400 زي اول مرة نطلع هذا الناتج نقول الصفر منا صفر منا انزل الصفرين 36 تقسيم 4 بها 9 9 34 36 هذن صفرين حثفن وهذن صفرين حثفن 0 نزلت 36 تقسيم 4 بها 9 اذا هذا 900 واللاخ طلع ل90 فقرة اكتب كيف يمكنني ايجاد ناتج 64000 تقسيم 80 يقول باستعمال حقيقة قسمة اساسية احذف صفر منا صفر منا انزل الصفرين 64 تقسيم 8 بها 8 يعني 8 فيه 8 64 طلع عندنا 800 وبالتوفيق ان شاء الله